من ناحية أخرى أكدت مايا مورسي أن الإرادة السياسية قوية للرئيس السيسي هي كلمة السر وراء تقدم المحرص في ملف تمكين المرأة جاء ذلك على هامش فعاليتي الدورة السادسة وستي للجنة توضع المرأة بالأمم المتحدة وبحضور السكرتير العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش خلال مشاركة رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر في اجتماع مجموعة أصدقاء المساوى بين الجنسين وأكدت مايا مورسي أن مصر تكفل تحقيق المساوى بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور كما تكفل المرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارات العلية في الدولة والتعيين في الجهات والهيئة القضائية دون تمنيز ضدها